عيداً عن وجودهم كفنانين ومقامهم الفني فكرة هذا الحرب بين الولاد والأهل كيف تنضر لها؟ في ناس محرومة من فكرة أن يكون عندها ابن بالحياة وابن محروم من فكرة تكون عنده أنا حزين أب في الحياة أنا حزين أنه يصل الأمر أنه العيلة الأب والأم أو الأب والبنت أو الأب والابن أو الأم والبنت يعني عايز أقول الجزء العائلي ده أنه بيطلع بكل هذا الصخب أمام الرأي العام بيبقى شيء قاسي جداً يعني تعرفها في التاريخ حاجات قليلة اللي حصل على الملأ أنه مثلاً أب رفع دعوة على بنته دي حاجات قليلة في التاريخ يعني زمان والد نجات وسعاد رفع دعوة عليهم عشان دعوة إنفاق إنفقوا عليه دي حالات نادرة وقليلة جداً وأصلاً كمان الجزء الحصل بين أنغام ووالدها بردو بردو والغاية دلوقتي يعني يعني دلوقتي فيه مثلاً لما جاي تكرم في الأبرة قريب ما جاتش تغني يعني هو أكرم عشان هو محمد علي سليمان الرصيد الأكبر عنده إيه أغني أنغام مش كده ما راحتش تغني فظيع وفي حفل الفكوة الكبيرة وحفلتها ما بتغنيش أغنيه ورغم ذلك ورغم ذلك وصلين هما لمرحلة التعايش السالمية يعني هو بطل يهجمها ولا هي ولا هي بتهجمها بس في رأيك بس في شي في العمق جرحي بتحسه مش حيطيب الجروح لم يتتم بعد يعني لم يتم لم تطب يعني لا تزال فيها حاجة موجودة لكن الحد الأدنى إنه لم تعد على الملأ الفلوس الفلوس برأيك هي سبب ممكن اللي عم تخلي الأمور توصل للاحتدام مصلحتي ومصلحتك وفلوسي وفلوسك وما دتنيش وما تقصمناش بسي ساعات أنت بتراهن على شيء ممكن واحد يراهن أنت بتراهنش على ابنك أن أنت بتربيه فبالتالي حيبقى بالنسبة لك مشروع مش مشروع أنت بتربيه لأنه ابنك بس مش مشروعك هو عنده أحلامه عنده طموه عنده حياته ربما يكون كان ده جزء من التكوين اللي عنده أو فكر فكر الأب أنه مشروع هي ابنة وواجب عليه أنه كان يعلمها موسيقى أو يعلمها غلاء عادي ده الواجب بعد كده هي حرة وهي مارست حريتها كفنانة بتغني الملاحين عايزة تغني لهم صحبة صحبة قرار هي يعني الفكرة أو الخلاف تحديداً حول الحصري أنا أتصور حول الحصرية أكثر أتصور لأنه كان حصري هو لو أنت رجعتي للبداية كان لا تغني إلا لمحمد علي سليماني فقط وعندما نوعت ابتدت الحرب لما بدأت بقى هي وده كان وده كان تسرق يعني أنت لما تكون بتفكر صح يعني لو أنت الأب بفكر صح أو فنان بتفكر صح لازم يخلي المطرب يغنيه معه أكتر من ملحن نعم وأكتر من شاعر وما يبقاش فيه وصاية وإلا حيموت فأنغام لأنها مواهبة حققية قررت أنها تدافع عن أنغام وغنت لكل وغنت لجيلها وكان وكان مهم جدا أن تغني النغمة اللي بتتردد الآن لكن في نفس الوقت أنا لا يعني بعتقد أنه نفسي أن الجراح تهدى وتغني لمحمد عليه السليمان هتغني له نغمة أكيد حلوة مش بدلا من بالإضافة إلى بالإضافة لكل الملحنين المغوبين اللي استغل معاهم من هذا الجيل إيه اللي يمنع أنها تاخد ومضة جميلة من محمد عليه السليمان كمان فلازم اللي جواها يهدأ بس بيحصل تصالح نفسي يعني عايزة أقول أنت مجرد تكمل الحياة وانت جواك في رفض طيب الجزئية دي في اللي تكلمنا فيه خلاصة تديله إيه عنوان إيه الجزئية دي يعني كنصيحة كوجهة نظر تقول فيها إيه أقول أنه أسوأ صراع ممكن للإنسان يعيشه أنه يصارع نفسه أو يصارع جزء في حياته وكأنه نفسه الأب الإبن دول هما النفس فأسوأ أنواع الصراع اللي يكون مع أقرب الأطراف إليك اللي بالذات أنت بتحميه وهو بيحميك فاللي بيشوفه أنه من يحمي ممكن هو اللي يفضح ويفسد ويقتل للأسف ناس محرومة من فكرة الإنجاب وناس عندها مشكلة حتى بتقبل ابنه أو الأبن يتقل بس ما باشي قول أنه ده دي القاعدة لأ بيزال في أي مجتمع بيان فيها المجتمع الفني ده الإستثناء وليس القاعدة طارق الشناوي للحديثة تم بد أقلك الجزئية دي كانت أكثر من رائعة حنطلق ونتكلم في محاور أخرى وتفاصيل أخرى ونعود معكم مشاهدين